المنتحر هو أحد رجلين إما أن يكون سبب الانتحار فقدان العقل كأن يكون مجنونة أو يكون إنسان مريض مرضا نفسيا رفع عنه التكليف فهذا أرجو الله تعالى أن يغفر له أن لا يعاقب معاقبة المنتحر ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين النوع الثاني لا باختياره إما لمشكلة وسرية إما لمشكلة مالية إما لظرف مثلا لمرض مثلا ما استطاع يصبر ويتحمل وقتل نفسه والعياذ بالله هذا مرتكب لكبيرة من كبائر البنو ولعظيمة من عظائم العثان لكن هذا المنتحر تجرى عليه أحكام الإسلام يعني مثلا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويذفن في مقابر المسلم لكن العلماء قالوا بأنه ما يصلي عليه الوجهاء يعني مثلا قضاة العلماء مثلا يعني الذين لهم حضور وإنما يصلي عليه ثنين ثلاثة حتى يتأدب غيره ويعلم بأنه لو أقدم على الانتحار ما أحد يصلي عليه يصلي عليه ثنين وثلاثة من أهله مثلا لكن يبقى مسلم ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بالنسبة لعذاب القبر عندنا قاعدة بأن القبر إما نعيم وإما عذاب الذي يعذب أصحاب الكبائر كذلك يوم القيامة جاءت في الحديث بأن من قتل نفسه يأتي يوم القيامة في النار يستعمل هذه الأداة التي قتل فيها نفسه فإذا كان تردى من جبل يسقط من علو يتردى من جبال جهنم إذا تحسى سمّا تحساه في نار جهنم إذا طعن نفسه بحديثة جاء في جهنم يجأ يعني يطعن نفسه في النار نسأل الله العافية والسلام ولذلك الانتحار من أعظم الذنوب من أخطر الكبائر والإنسان يتعجل النار والعياذ بالله بهذا الانتحار ترجمة نانسي قنقر